يعد العراق من أغلى بلدان المنطقة بالمياه لمرور نهري دجلة والفرات في أراضيه فضلاً عما توفره الأمطار من مياه جعلت منه بلداً متنوعاً إنتاج في جميع المجالات لاسيماً الزراعية والحيوانية إلا أنه بدأ يفقد ذلك الكنزة بعد الاحتلالين الأمريكي والإيراني في عام 2003 بخطط مدروسة لإضعافه والسيطرة عليه التصحر بات يشتاح نحو 50% من الأراضي العراقية كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاع الزراعي في 54% من الأراضي المسروعة بحسب إحصائيات حكومية فيما وصف خبراء متخصصون الوضع المائي في البلاد بالكارثي إذ يواجه عجزاً مائياً يصل إلى نحو 11 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات في وقت تشير فيه التوقعات إلى زيادة السكان إلى الضاف بحلول عام 2050 دون أي خطط تنموية مستدامة تستبق هذه الزيادة السكانية الهائلة المجلس النرويجي لللاجئين حذر من تفاقم الكارثة وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف مشيراً إلى أن أكثر من سبعة ملايين مواطن في العراق مهددون جراء فقدان الوصول للمياه السياسات المائية المشحفة لا سيما من إيران التي حولت مجاري بعض الأنهار إلى الداخل الإيراني بدلاً من مصبها الطبيعي داخل الأراضي العراقية فإن نحو أربعين نهراً متدفقاً من إيران نحو العراق هي أنهار دولية عابرة للحدود وثمت اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول المشتركة في تلك الأنهار الحكومة الحالية في العراق تغض الطرف عن الانتهاكات الإيرانية الصارخة التي تهدد الثروة المائية والأمن الغذائي للبلاد في وقت تستنفر فيه الدول كل قوتها إذا ما شعرت أن ثمت تهديداً محتملاً لحصتها المائية كما حصل في أزمة سد النهضة الإثيوبي حين اعترضت مصر والسودان عليه وعملتا على تدويل القضية إلا أن العراق لا بواكلة فالحكومة فيه بأحزابها وميليشياتها تابعة لإيران وتعمل لمصطحتها وليس لمصطحة العراق